بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى جمعة مباركة جمعة طيبة للجميع وشراكم حبيبات قلبي انشاء الله تكونوا كامل بألف خير وانشاء الله تكونوا بصحة جيدة الفيديو تعلنهار اليوم نواصل معكم دائما مع الوصفات الرمضانية بش نعطيكم دائما الأفكار ونحي عليكم الحيرة وانشاء الله نفيدكم حبيبات قلبي حكونا انتم اخياتي كيفش جوزوا اول يوم من شهر رمضان يدرا سليك تيروح في الكوزينا شاركونا واش طيبتو خياتي هاكدا كأول يوم انشاء الله في الكومنتر هاكدا باش نستفادو من بعضنا البعض هاكدا باش لياي غايبت لها راح تاخد الأفكار من الكومنتر يعني مشي غير أنا بركة راني رايحة ننفيدكم بالأفكار احنا تاني نستفادو منكم حبيبات قلبي واش الله ربي يجعل واش راني نديره وربي يجعل تعبنا كامل في ميزان الحسنات هنا الخياتي راني مع الكوزينا كما راكوا تشوفو شكون لي الكوزينا في رمضان يعني تتملمد وتولي حالتها حالة مطيب هنا يا اكوا تشوفو معايا درت درت لها الرغيوة بيانكم يرفو بهذاك الستيك الجافيل هذاك الموسون المركز كي مشتو معايا اللي راهو بالعطر تعل كاليتوس واش نقولكم يخلي واحدة الريحة يا خياتي ريح تنقى مم يعني الروائح اللي تكون في الكوزينا كامل يقضي عليها ريحتو ريح تنقى ويعقم ويعطر يعني ما شاء الله وينحيرك كامل هاداك سبك ليكون في اللاردك وتعرفوا المهم شهر رمضان والكوزينا وحالتها وربي يقدرنا شاء الله على الشقة وعلى النقى وذو كالبنات راني رايحة نشارك معاكم واحدة شربة تنديروها في الدار بدون مواد حافظة يعني راح تكون كي ما قولو غرب المواد اللي نحتاجوها وتكون في الدار مواد طبيعية كي ما شتوا معايا لبنات حطيت في اتنج راديالي مبشور تاعة 3 أحبات قارس راح نزيد عليهم زوجكيسان تاعة سكر لي ما يحبوش بزاف الحلاوات ديرو كاسو نصر راحيك فيكم نبسوا هاداك سكر ديالنا هاكدا مليح مليح مع هاداك مبشور تاعة الليمون حتى السكر ديالنا كشغلية تلون ويتشرب كامل هادي كننكها تاعة مبشور الليمون زيت عليهم هنا زوجري ثلاثة تاعة الما نحطوا اتنج راديالنا فوق النار نحركوا شوية حتي يدوب هاداك السكر وكي تلفدت نجرة ديالنا الغلية نحسبوها حوالي عشر دقائق ونطفيو أعليها هادا الخطوة هادي راح تخلي هاداك لوزاس تاعة القارس يتلقي يعني كامل البنة دياله والشربة تاعة يعني راح تجي معطرة بالقارس وفي نفس الوقت راح يكون عندها واحد القاوة متقيل وثاني نعطوا فرصة لهذاك السكر بشيدو هاداك الوقت أنا وليت لهذاك ثلاثة حبات تاعة قارس لأحسن يكونوا كبار في الحجم نقشروهم هاكدا البنات نحيولهم كامل هاديك القشرة البيضة كيما على بلكم راح يتلق المرورية ما ميدا كان فيه الأعظم تاني نحيوهم حتى هوا ما يتلقوا المرورة في الشربات وبعدا نقطعوهم هاكدا إلى قطعة تكون صغيرة هاداك الوقت أنا هنا يا الشربات ديالي كيما كتوفو خلاص راح يغلات حوالي عشر دقائق دوكا هاكدا راني طفيت عليها نصفيوها باش نتخلصو من هاداك اللوزازت هاداك لأنه هنا خلاص راخداء المفعول ديالو وبعد نخليوها هنا تبرد باش نكملو الخطوة هادي هادو كل ثلاثة حبات تعقارس كي مشتوا معايا حدتهم في البلانداغ زت عليهم هنا شوية تعليق لعصون لأنه أنا هاداك السائل ما زال ما برد شملح من دالك استعملت لعصون يعني باش تمتم يبرد لي ولا تبرد هاد الشربات هادي هنا يشوفو رحيتهم إذا كان عندكم توما البلانداغ ديالكم يعني ما هوش بويسون بزاف زيدوا معاهم شوية تعليق أنا ما زال ما لأنه البلانداغ هادا رح كاميكاس وشوفو يعني كيفاش هاداك اللي غلاسون هادو كي ما يقولو كسرهم حطمهم كامل وتحصلت على واحد الخالط كشغول صغبة يعني مم تحبو تديروا صغبة تعاي فاكهة حطوها كونج لداخل هاد البلانداغ ورح يدير لكم يعني واحد صغبة من أروع ما يكون هنا يفرغتهم مباشرة على هاداك السائل كي ما قلت لكم لي أنا راه شوية دافي فالا هاكدا نحر لكم لحملح وهاي اللي كشير بتاعنا هنا راهي واجدة هنا يبقى لكم الاختيار تحبو تعطروها بشوية تعمى زهر كي يحبو تاني ديروا لها رشات على فاني وهنا لكم الاختيار تحبو تاني تعطروها بالنعنع تاني هادو ما كامل يبقوا إضافات على حسب دوقكم وبعد يعني نحطوها تبرد لازم تقدم باردة جدا جدا باش تجيبنينا هنا دو كاكيد تبردوا والدوقوا كامل يعني تتعدلوا في السكر في الحلاوة كي ما تحبو ما تحبوش الحلاوة زيدوا الماء تحبو الحلاوة زيدوا السكر تحبوها بالقروسية بزاف تقدرو تزيدوا تعاصلها حبة ولا زوج تعاصر تعالقارس تزيدوهم هنا تاني والكمية خياتي هادي اللي مديتها لكم دير لكم تقريبا حتى زجري 3 اونس من الشربات صنع منزلي بدون مواد حافظة ما فيها نلاسي تسيد خيك هادك لاوالو البلانداغ اليوم هادا خياتي اللي رايح نشاركو معاكم واحد البلانداغ بويسان الله يبارك كوشتو لقلاسون كيفاش كسرهم دق دقهم ما خلا فيهم حتى حاجة يرحي حتى التوابل لاماك سيلفر كراس الألمانية الغنية عن كل تعريف وفرطهن لاباش فيسبوك المتألقة شيف كويزين ديزاد لي دايما يعني تجيبنا غير الحاجة المليحة والحاجة يعني اللي كيمي يقولو ليدو معانا وحاجة كيمي يقولو صوليد وحاجة اللي كيمي يقولو تبقى لنا في الكوزينة كوشتو معايا تاني يرحي كيمي قوت لكم التوابل يرحي تاني حتى المكسيرات كيمي تحبوه هنا دات شوية كوكا ومحمص هنا إذا كنتو تحبوه يعني كشغل مرحي بيش تستعملوه في الحالويات را ورايح يرحيه لكم وإذا حبيتو تكملو ديرو به زبدة الفول السوداني زيدو بركع لهم غير فاتع الزيت وشوفو هدا كلكوكا وكيفاش يولي وهكذا نحي نديرو زبدة الفول السوداني صنع منزلي هدا هو خياتي البلانداغ بويسان كاميكاس 1500 وات الله يبارك هدا لحجر ويكسروا خياتي سعر ديرو ديرزو جملاين وسبعمائة غالي شوية ولكن هدا هو خياتي الوريجينال هدا هو الأصلي لأنه راهم كاين كشغل التقليد يشبه له شوية راه يديرندون خمسمائة سبعمائة الف هدا لا لخياتي هدا هو الأصلي هاوليك يعني لزاكسي سواغ ديرو فيه بركع هدا كتستع البلانداغ وفي هاد العامود هذا اللي را كنتشوفو فيه معايا شوفو هنا لداخل خياتي يجي كامل أحديد وحتى هادك الطاص ثاني شوفو هنا في الأسفل ثاني راهو كامل أحديد وهدا يعني راح يكون سوليد وراح يشد معاك مدة طويلة حاببتي بالنسبة للطاص دياله راه يرفض كمية كبيرة الله يبارك حجم عائلي يقدر يفرد لك حتى زجري ثلاث يعني كدري عصائر ولا عندك ينسب ترحيها ولا ترحي حريرة ولا حاجة رح يرحيها لك يعني ما شاء الله ويرحي الكمية كبيرة وكيما شتو معايا نديرو بيح أشياء باردة كيما نديرو بيح حاجة سخونين كيما ليسوب كيما البويون وكامل ليلام خياتي فيه ستة تعليل ربعة طالعين للفوق وزوج هابطين للتحت هدا يعني راح يخلينا يرحينا حتى التوابل وحد ليلام وش نقول لكم شفارات حادة من الإينوكس الغير قابل للصادق هداك العامود كيما شتوكي نرحيو حاجة يابسا ولا نحركو بيح الداخل هنا عليامين عدنا الجيها تعوي نشعلو ونطفي وان اوف الجيها تعليا صار تعبول تغبو الله يبارك هذيك وش نقول لكم لا توش هذيك بزاف قوية وفي الواسط عدنا لفيتاس يعني من الصغيرة حتى الكبيرة يعني ستقوني كي تستعمله ما تحتاجوش كامل هذيك لفيتاس الكبيرة من أول سرعة قوي الله يبارك ميل سينسون وات وستقوني يعني كي تستعمله راح تحسو بلي كتر من ميل سينسون وات ودوكا نحي نديرو التجربة قدمكم بالكاس هذا تاع ام والد الكاس يعني تاع الشعب الجزائري كامل ينقاوه في كامل المنازل نلقاوه في المقاهي نلقاوه في المطاعم اهنا وشوفو لكم انا هربت خفت كش ما تكون كش كاريتا خليت المسيومي والي يكفل بالمهمة وانا نشوف غير من البعيد وكنتشوفوا معايا على عينيكم خياتي هنا احتفرات المهمة باش جيت شوفو هذك الكاس ادق دق ولا ارمل ولا شوفو يعني ولا فتات كامل كامل تقول ولا سكر شوفو خياتي كيفاش يعني ادق دق كامل وهذا دليل على تاع هاد البلندر هادا لي راهو بلندر كامي كاس كي ما قوت لكم حتى الطاس ديالو البلاستيك تاعو الصحيح راهو ان كاساب يعني ما ميطح لك ما يتكسرش لي خصها بلندر هاكدا خياتي ما كش راح تندمي سعر درزو جملاينو 700 هادا الوريجينال كي ما قوت لكم حاجة اللي راي رايحة ادوم لك يعني كي تكسبيه ما كش راحا تزيلي تكسبي كامل بلندر ودكا اخياتي اه نروحو نشوفو معا بعض هاد لا فاقس لها حتكون تنين في واحد اليوم كي ما نعودكم دائما نحب نسهل عليكم طيب رانا رايحين نضربو عصفورين بحاجر واحد راح تكون اون فاقس للطاجين الزيتون بخيستيج ديالنا وفي نفس الوقت راح تكون اون فاقس للبوراك تبعوا معايا البنات مليح هنا في المقلة حطيت شوية زيت حطيت حبه بسلمة وسطة في الحجم حطيت هنا حوالي نصدر الدجاج نقلوهم هاكدا مليح مليح انا هادا نصدر الدجاجة رحيتو فضر نعبزو مليح مليح حتى يتحل معانا هاكدا في المقلة نديرو شوية مليح شوية فلفل لكحل زنجابيل شوية تعكمون رشة صغيرة برك منو وعدنا شوية تعال كوركم نخلطوهم هاكدا كامل مليح يعني تبقى التواب الاختيارية كي ما نقولكم دايما حبيباتي وهنا خلاص لا فاقس تعنا راهي طابت يعني تم تم توجد ما بقى لكم بركي لكن حبيبتو تزيدو شوية معدنو سمق الطعرقيق في الاخر احياطيكم تاني بنا هنا دو كان نخلو لا فاقس هاديك تكوتي من جيهة واحد اخرى هنا يا كنت فورد فلا كوكوت مينو تديالي حوالي زوج حبات باطاطا كبار في الحجم وانتو ما ديروا على حسب يعني عدد افراد العائلة ديالكم درت عليها رشة تعال ملح ورشة تعال فلفل لكحل هذا ما كان وجدرت لها خياتي ومبعد بليك خاز بوم دوتا غ هذا ولا بواسطة شوكة نعبزها هاكدا ملح ملح وهي سخونة مقبل ما تبرد هاكدا بشت يعني كما يقولو تتعبز معانا بكل سهولة فالا هاوليك القوام الباطاطا ديالنا راي ولت مهروسة كما يقولو بيان كما يحب الخاطر دو كان نحو نحضروا لعصاص ديالنا هنا فلا كوكوت حطيت شوية زيت وشوية ياسمن حطيت حبها بصل غابة متوسطة في الحجم قطع اه ولا قطع الدجاج او يعني تقدو تديرو غير عدمابرك او الجاج راح يكون يعني على حسبوش يكون متوفر عندكم نديرو شوية اه توابل لملح فلفل لكحل زنجبيل كوركم شوية قرفة نحب ندير تاني هاكدا فتاجين زيتون وريقة تعرنت ديفوان دير ما مزعيت راح تعطينا بنا بزاف هايلة تقدرو تزيدو تاني كيما قوت لكم شوية بتاع ما عدنوس يكون مقطع رقيق ونقليوهم مليح مع بعض نديرو معاهم سنينة تاعدتوهم تاني بعد ما يتقلى وهذاك البصل يدبال مليح مليح اهنا ينمرقوا بالمسخون ضروري جدا نستعملو المسخون لانو هادك القطعه تاعد دجاج تقلت بيا وبدأ يدخلها طياب غلقت هلالا كوكوت مينوت لحوالي عشر دقائق وهادك الوقت انا راح تنجري هنا لهادك البطاطا كانت بردت شوية راني بديت هنا نشكلها في هاد المول تاع السيليكون وانتو ما شكلوها في اي مول يكون عندكم تقدرو حتى تديروها في هادك المول دومي سفا هاكدا نديروها بهاد الشكل هذا ولا تقدرو تديروها تاني في هادك المول تاع الكاب كيك تاني واشنو بركت دهنوه بشوية زبدة ورشو عليها الفارينة هاكدا باش ما تلسق لكم شو البطاطا هادك كيما قلت لكم شوفو هنا قسمتها على زوج نحيت شوية نحتاجها البوراك مع شوية بطاطا كانت بقتلي انتو ما يلا عندكم معد افراد العائلة ديرو البطاطا بالزيادة باش ديروها في البوراك وهادك الجزء اللي بقالي شوفو درت عليه شوية تاعلك خامف خاش اختيارية كسرت له حبة تعبيض اهنايا تقدرو تزيدوا معاهم شوية تعال جبن المبشور تاني احياطيكم بنا بزاف هايلة ونعمرو بهم هادوك لفون تاع البطاطا ديونا هاكدا بهاد الشكل نحاولو نعمروهم ملاح ملاح بعدها راح نزيدوا لهم من فوق رشة تاع الجبن المبشور وندخلو هاد المول للفرن على درجة حرارة 180 درجة مئاوية يعني ما يطولش بزاف كلش راهو طايب قس فقط ما هادك الجبن يدوب وياخد اللون ونخرجوهم من الفرن هنا نولو للبوراك دينا زيت له هنا شوية تاني جبن مبشور كان بقالي ملي هادا كدرتو فوق هادوك تاع البطاطا هاداك خلطهم معا بعد ودو كام نحو نحضروا معا بعض كريمة تاع الجبن سهلة وسارعة دائما في البلنداغ ديالي حطيت كاس تحليب قطعة تاع الجبن الابيض مغير فا كبيرة تاع ناشا ولا تقدو تعودوها تاني بالفارينة ونبعد ندربوهم هاكدا مليح مليح داخل البلنداغ ديالنا حتى نتحصلوا على خاليط يكون متجانس نفرغو هاد الخاليط ديالنا في كاسرونة ونحطو الكاسرونة ديالنا فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد امعانا هاد الكريمة خيتي سهلة وسارعة وبنينا بزف بزف اذا كنحبيتو تديروها فليق غاتان ديروها شوية خفيفة ولا حبيتوها تديروها للبورك ديروها شوية تقيلة يعني يزيدو في الكمية تاع الناشا هنا كي ماشتو معايا خلطت على النار حتى عقدت معايا في الاخر كامل نزيدو لها رشة تاع الملح من كترش لانونا ندرنا الجبن زيت لها رشة تعفل فلك حل تقدروا تعطروها تاني باعشة بعطرية توم بودرا هنا لكم الاختيار خياتي زيت هاد الكريمة لهادك الخاليط تاع الدجاج نخلطوهم هاكدا مليح مليح و لافاق ساع البورك ديالناره هي واجدة يعني يجيب زاف بنينة كي ما قلت لكم هادي كريمة الجبن نقدروا نديرو بها الا عاديد من انواع تاع البورك نحاول ان شاء الله نزيد نشاركو معاكم في الفيديوهات القادمة بإذن الله نخلوها تبرد شوية و بعدها نعمروا البورك ديالنا انا البورك عمرتو و خليتو يعني حتى كي قريب يوصل الوقت تاع الفطور باش نقله في نفس الوقت هامليك هادوك المربعات تاع الباطاطا راني خرشتهم من الفرن شوفوا كيفاش يجو خلوهم برك البنات يبردو شوية يعني باش يحكموا رحم و بعد ندموليو الباطاطا ديالنا هاكدا بهات الشكل يعني حنديرو طاجين زيتون مختلف رح يكون كي ما يقولوا حاجة واحد اخرى فكرة اخرى هاكدا باش نبدلو شوية من وصفات طاجين الزيتون والتزين من الفوق يبقى اختياري و هادي هي الطاولة تعنا تعيوم الثاني من شهر رمضان 2023 و ان شاء الله يربي دوم النعمة علينا و عليكم حبيبات قلبي دائما شباح الصفرة طاجين الحلو دائما متواجد بالالوان الزاهية هاديك يعني اللي مد نضرة بزاف شبال طاولة كي ما قد كم حتو ما ناكلوش منو بزاف من حب نشوفو فوق الطابلة البورك بعد ما قليتو هاوليك هنا وش نقولكم اي جي اي شهي خياتي جربوا الوصفات تعنها اليوم اراني سهلتها لكم شوية اكدا باش ما توقفوش بزاف الكوزينة اكوشتو يعني من حشوة واحدة عملناها يعني عملنا بها عفوا طاجين زيتون بخيسيج دينا وعملناها للبورك وش نقولكم جاب زافة منين فالا هاوليك طاجين زيتون دينا هادي قطعات على الدجاج كنت حمرتها شوية داخل لاف خيتوز ونقدموها هاكدا بهات الطريقة انا بعد ما اعطبها داك الجيج فلا كو كوتو كامل ارميت الزيتون نقدر نرمولو معا شوية على كخاف خاشر حتى تخترنا المريقة تاني وتخليها ببيضة وبالنسبة للشربات هايليك هنا تاني شربات صنع منزلي يعني تبرد على القلب وعالخاطر تمسح على القلب تاني بزاف هايلة ومعطرة بالذوقت على القارس وانا زيت لها النعناع ليمدلها الاف خيشغ لهاديك الشربات جربوها خيتي ماكوش راحين تندمو انشاء الله تجربو الوصفات اللي شاركتها معاكم ونقولكم صحة صيامكم صحة رمضانكم نقولكم خيتي شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجنة واذا كان جربتو اي وصفة من وصفاتي معلكم فقط تشاركوني تطبيقاتكم او صور تطبيقاتكم على صفحتي على الانستاغرام او باسكويزين ساميرا كيفاش يجي مقرمش يجي بزافة بني الطاجين تعنا ايجي ايشهي ايجي بنين تاني ويجي خفيف خيتي مافيه لاقليان لاوالو واذا كان عاد افراد العائلة بزاف تقدروا حتى تزيدو مثلا زرودية مقطع دوائر ولا حتى لشامبينيون في هادي كلاسوس وصلنا لنهاية خيتي نقولكم تهلا في صحتكم تهلا في روحتيكم اه صحة صيامكم صحة فطوركم احبوكم في الله في امان الله اشتركوا في القناة